بسم الله الرحمن الرحيم بعد ما عرفنا كيفية حساب البداية المبكرة والنهاية المبكرة لكل نشاط والبداية المتأخرة والنهاية المتأخرة لكل نشاط خطوة ثالثة في إيجاد المصار الحرج هي حساب الوقت الفائد لكل نشاط الوقت الفائد لكل نشاط يساوي الوقت المتأخر لبدء النشاط ناقص الوقت المبكر لبدء هذا النشاط أو الوقت المتأخر أيضا لنهاية النشاط ناقص الوقت المبكر لنهاية النشاط إذن الوقت المبكر لبداية النشاط ألف صفر الوقت المتأخر أيضا صفر إذن أطرح صفر نقص صفر أحصل على الزمن الفائد صفر نفس الطريقة لو حسبت النهاية الوقت المبكر لنهاية النشاط ناقص الوقت المتأخر لنهاية النشاط إذن هنا هيكون الوقت الفائد صفر هنا الوقت الفائد هيكون ستة ناقص صفر يعني ستة هنا الوقت الفائد هيكون تمانية ناقص خمسة تلاتة وهنا هيكون سبعة ناقص خمسة اتنين خمسة ناقص خمسة صفر ستة ناقص ستة صفر عشرة ناقص عشرة صفر 12-9-3-24-24-0 هذا الزمن الفائد إذا كان يساوي 0 هنا 0 وهنا 0 وهنا 0 وهنا 0 إذن هذه الأنشطة تسمى أنشطة حرجة إذن الأنشطة الحرجة هي الأنشطة التي عندها الزمن الفائد يساوي 0 الأنشطة التي عندها الزمن الفائد لا يساوي 0 زي النشاط به مثلا هذا النشاط يسمى نشاط غير حرج إذن المصار الحرج هيكون هو مصار هذه الأنشطة الحرجة النشاط الأول ألف نشاط حرج النشاط ه أيضا نشاط حرج النشاط و و نشاط حرج و نشاط زين أيضا نشاط حرج و نشاط ط نشاط حرج إذن المصاري الحرج هو ألف ها و و زين ط إذن المصاري الحرج هو المصاري الذي يربط بين الأنشطة التي لديها وقت فائد سفر أو هو المصار الذي يربط بين الأنشطة الحرجة